السلام عليكم أصدقائي أنا السيزار برحب فيكم في قناة السيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع من زمان ما وصلنا أجهزة نعرف لكن إن شاء الله الخير قادم بإذنه تعالى ويا رب لحتى ما بلش هذا الخير يكون برضو الخير يصير وتوقف الحروب يا رب ادعو يا أخوان أنه الله يرفع هذا الكرب وهذه الغمة عن أهلنا في كل مكان الله يزيقوا الخير شركة آنر أرسلت لي تابلت فأنا حكيت بدي أشوف هذا التابلت هل فعليا بيقدم إشي بيخليك تفكر تشتري الأولى من أول أيام تجربة أول إشي انبهرت بالشاشة خلينا أحكي لكم بعض التفاصيل يا أخوان أنا ممكن أبلشي لكم بالسعر عشان للناس المستعجلين على السعر لكن بقدر أحكي لك حتى لو حكيت لك السعر هذا التابلت بيحل يعني بعبي فراغ عند كثير من الناس كانوا يدوروا على التابلت التابلت الصح بدون أي إشكاليات فاهم كيف؟ بدون إشكاليات السعر العالي أو إشكالية أنه مثلا في برامج ما بتيشتغل هون هذا التابلت عن جد بيعطينا هذا التوازن الصح فلذلك حتى من البداية بكل سهولة بقدر أعطيك ركومينديشن أني أنصحك تشتري هذا التابلت حتى لو كان مثلا ميزانيتك أقل من هيك لأفكر فيه لأنه هذا التابلت وممكن تستخدمه كلابتوب يعني ممكن خياراتك تكون واسعة حسب كيف أنت تستخدم هذا التابلت معانا اليوم الانر ماجيك باد 2 بصراحة يعني تابلت ترفع له القبعة سماكته 5.88% مليمتر حرفيا يا أخوان وزنه طبعا بدون الكيبورد 555 غرام بتيجي معه الماجيك كيبورد وبيجي معه قلم طبعا لما تستخدمه مع بعض ممكن تشبك ماوس لما تستخدمه مع بعض عندك تجربة أنا بقدر أحكي لك أنها تجربة محترمة ما أخذ شهادة من SGS 5 stars للمقاومة يعني ما بتقدر تطعجه يعني لو حاولت تثنيه ما رح ينثني ففي قوة وفي صلابة في المبنى التصميم أنا بقدر أحكي لك أنه جميل ونحيف الظهر خلو بروز الكاميرا خفيف جدا مع الكيبورد لما تسكر مع بعض بيكون عندك بكج مرتب وعملي وخفيف الوزن فمن هاي الناحية بصراحة رائع الشاشة الشاشة فعليا هي كانت بالنسبة إلي هي مصدر السعادة بهذا التابلت لأنه الشاشة جميلة جدا يا أخوان الشاشة أعتقد ولا غلطة عن جد ولا غلطة صعب تلاقي شاشات يعني يعجبوك بسرعة هيك الشاشة دقتها 3K الشاشة OLED بتردد 144 هرتز شوف معاي السطوع يصل إلى 1600 نتس لشاشة 12.3 إنش يعني شاشة كبيرة 1600 نتس بصراحة تحضر هون فيديوهات تحضر يوتيوب هون بدقة عالية بصراحة ممتع جدا أنا بأكد لك ممتع جدا وسطوحها خرافي ومش بس موضوع سطوحها الشاشة معمولة إنها تناسب العين أول شغلة موضوع الـ PWM موضوع تعتيم الشاشة تردد يصل إلى 4320 هرتز فالمفروض هاي الشاشة مريحة جدا للعين كيف بدك تقيس بدك تستخدمها كثير يعني مش يوم ولا يومين كثير فهي مريحة للعين هاي أول شغلة الشغلة الثانية عندها شهادة من TUV رينلاند عشان موضوع اللون الأزرق برضو بريح العين وكمان عندها شهادة من TUV رينلاند عشان موضوع اللي هي الترميش قليل فبريح العين معمولة تريح العين الألوان مليار لون يعني كألوان لما بتحضر محتوى لما باستخدم التابلت لما بتلعب جيمز الألوان كثير vibrant كثير يعني مشبعة وشكلها جدا حلو يعني أنا بقدر حكي كثير عن الشاشة أنا عن جد الشاشة عجبيتني جدا جدا يعني من أفضل الشاشات اللي جربتها طبعا أنا بضع نحكي لك استخدمه كلابتوب هم أصلا حاطين الشركة في بالهم انك تستخدمه كلابتوب دامجين الذكاء الاصطناعي بقوة هون وعملين تطبيقات زي Honor Notes زي Honor Docs وتطبيقات كثيرة عشان تقدر تستخدم هذا التابلت كأنه لابتوب شغل بدك تشتغل عليه شغلك نظام الاندرويد 14 Magic OS 8 من شغلات اللي عجبتني الأكيد الماجيك بورتل هذا الماجيك بورتل مش بس انه بيسهل عليك استخدام التطبيقات وبريحك بعمليات كثيرة بموضوع مثلا صورة حلوة بدك تشيرها على السوشيال ميديا بس بتسحب بتختار تطبيق بتشير لا فيه ذكاء اصطناعي منخرط في الموضوع اذا انت مثلا بتدور على شي بيعطيك خيار التطبيق انه مثلا بيطلع لك تطبيق تقدر تشتري منه اشياء بيحاول يدمج الذكاء الاصطناعي مع انت رغباتك يعني بيتعلم منك ايش انت بتستخدم التابلت وكيف تستخدمه كل يوم وبيعطيك التطبيق المناسب وفيه عندنا ماجيك كابسول بيطلع لك بعض التطبيقات بيطلعها بطريقة لطيفة جميلة فيش عندنا كابسول حقيقية او مثلا ثقب بالشاشة لا لكن هي كتطبيق موجود نوعا ما عملي الاداء الاداء انا بعتبره اداء فلاكشب سناب دراجون ثمانية اس الجيل الثالث الاداء عالي هون طيب كيف عالي تلعب فيه جيمز اذا بتكترب الاداء لعبت فيه جيمز اسفلت ناين لعبت فيه بوب جي الاداء رائع جدا بوب جي حطيتها على HDR Extreme لكن اللي بيسأل على كم فريم شغال بوب جي مع انه الشاشة 144 هرتز بس اللعب اشترت على 60 هرتز ما بعرف انه هل فيه تعاون بين الشركة آنر و بوب جي لحتى يلعبوها 120 اعتقد بيقدر هذا الجهاز يلعب 120 هرتز بس يمكن لازم يكون هذا التعاون موجود فانا بالنسبة لتجربتي 60 هرتز ومع ذلك كانت التجربة حلوة جميلة سلس عندي الساعة هنا 2950 والرامة 12 جيجا ما عنديش اي مشاكل بهذا الموضوع الكاميرات يعني كاميرتين بصراحة يعني ما باستخدمهم تستخدمهم بس في حالة اذا بدك تعمل فيديو كونفرنس كول بس عشان الناس تشوفك على هيك على الاغلب هيك ما استخدمهم بنسبة للبطارية رائعة جدا 10.050 ميلي أمبير فعليا بتطول وشحن 66 واط شحن سريع يعني بشكل عام التابلت اعتقد انه واحد من التابلت القوية جدا سعره في الامارات 2299 درهم وانا بشوف انه السعر هذا منطقي لهيك باكيج فروحوا على موقعهم عندهم برضو هدايا بيجي مع هذا الباكيج استغلوها اعتقد انه تابلت يستحق اللي بيسأل بيدعم برامج جوجل اكيد اكيد بيدعم كل برامج جوجل يعطيكو الف عافية تمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو راكم في فيديو قادم السلام عليكم